ما تخافوش وخلينا مش هنخسر حاجة لانه التعليم كان تعليم سوري التعليم كان احنا كان عندنا مشكلة في التعليم احنا كنا دولة متأخرة في ترتيبنا في التعليم تقدمنا وقفزنا قفزات في التعليم الناس بره بتشاور عليها احنا مش شايفينها ايه هتبان بعدين لان احنا بدأنا في البنيان ده تغيير واقع ولا مش تغيير واقع تغيير واقع لما حداك تطلع من القاهرة لبرسعين في ساعتين تغيير واقع لما حداك تطلع من القاهرة لأسوان أو لشرم الشيخ في 3-4 ساعات في طرق عالمية أنا بقول تغيير واقع في شكل العاصمة الجديدة اللي احنا بننتقل إليها إن شاء الله خلال المنتصف العام القادم وتعود للقاهرة القديمة بهاءها تاني كعاصمة تاريخية المصر كل هذا تغيير واقع المدن الجديدة الموجودة جماعة من أول العالمين ومرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وقفصوت الجديدة والمنصورة الجديدة حوال 14-15 مدينة جديدة كل مدينة فيها محمولة وفق أحدث نظم لتكون مدن زكية إسكان الاجتماعي ومنظومة الإسكان الاجتماعي كل ده بيمثل محاولة لتغيير واقع الناس عندنا مصانع كمية المصانع اللي تم إنشاءها والمشارعات الصغيرة والمراكز الصناعات الصغيرة ومتنانات الصغر الموجودة في المحافظات لخلق فرص عمل للناس لتغيير واقع الناس أيضا أليس كل هذا بيمثل رافض من روافض تغيير البنية التحتية للدولة المصرية عفوا أيضا ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مجال الجيش نفسه تسليح الجيش نفسه تغيير أنماط التدريب نفسها مناورات كل يوم مناورات بنلاحق المناورات اللي بتثير من أكبر فترة أو أطول فترة فيها مناورات عندي قاعدتين عسكرتين من أكبر قاعدة موجودة في المنطقة عندي تسليح صعد الجيش المصري تصنيفه سواء الأسطول بقى ستة والجيش بقى رقم تسعة عندي حاجات يفخر بها الإنسان المصري الذي ينظر بعين موضوعية اللي شايف بس بص بشكل موضوعي يعني خليك محاجد طب خليك عادل طب إيش هتشهادة قابل بها ربنا يوم القيامة اللي بتشايف قدامك من تغيير أنا بروح في أي مكان في مصر بنزل في الريف بروح للصعيد بروح بحري بروح في الدلتة بروح في القاهرة بروح في الأحايا الشعبية في الأحايا الرقق مفيش مكان مش مفتوح للشغل مفيش مكان فيك يا مصر مفهوش شغلانا الحفر اللي موجود ولا الشغل اللي موجود مين اللي بيعمله؟ الجن بيشتغله؟ مين اللي بيشتغله؟ اللي بيشتغل فيه شركات مصرية وعمال مصريين تجار مصريين مهندسين مصريين أدوات مصرية ووسائل الانتقالات مصرية الشغل اللي بقوله بيخلق فرص عمل فرص عمل يعني دخل اللي بياخد دخل بيعمل يبصرفه بيصرفه فيه يشير لبس يبقى مصنع لبس يشتغل بيشتري أكل يبقى مصنع لأكل يشتغل وهكذا تدور عجل الاقتصادي يا جماعة ده كله بيحدث في وقت ونحن على صعيد آخر بنحارب من العالم الخارجي وعمل المؤامر علينا سواء حق إنسان أو غيره أو غيره بتشوفه أو بنحارب بنحارب من أعداء تاريخيين سواء إخوان أو إرهابيين في الداخل وتمول من الخارج بنحارب كل هذا الكلام غير المشاكل في المحيط الملتهم المحيط بتاع المضطرب احنا قاعدين في منطقة مضطربة منطقة مضطربة منطقة بترتاجف من قلة الأمن سواء في ليبيا سواء في المناطق الشرقية سواء سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا حتى في لبنان ولا حتى في الأراضي الفلسطينية والمشاكل الموجودة في منطقة الخارج الأفريقي وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان وكل هذه المناطق يا جماعة مناطق بتحتاج إلى روية وإلى حكمة ونحن نتعامل مع الملفان